اشتركوا في القناة خليكم معين هات الفيديو لنشوف تفاصيل وصفة خطوات العمل وكيف حتطلع معانا هالكيكل شهية بمقادير كتير بسيطة وصحية اول شي راح نضيف كوبين من الحليب السخن لازم يكون الحليب كتير سخن حضفلهم كوب من التمر سواء معجون تمر او تمر عادي اتركهم 10 دقايق وبعدها بطحنهم لحتى يصير عندي القوام متل القوام السموثي بهالشكل الحليب لازم يكون سخن لحتى يدوب التمر بقلبه ويطره ويصير كويس هلأ اللي نشوف المقادير حضيفهم بالعجانة ثلاث بيضات معاهم معلقة من الفانيلا وهلأ راح نزل عليهم ثلاث كوب من الزيت النباتي ممكن لحتى تاخدوا قيمة غزائية اكتر اضيفوا له زيت جوز الهند كمان بصير هلأ اذا بتحبوا تكتفوا بحلاوة التمر ممكن تستغنوا عن اضيفوا عسل اذا انتم من النوع اللي بتحبوا السكر الزيادة بتقدروا تضيفوا معلقتين عسل للخليط كمان بينفع فهذا كله بيرجع حسب زوجكم الشخصي هلأ انا راح اضيف تقريبا معلقتين كبار من العسل الطبيعي راح اخلط هاد المقادير كلهما بعض هلأ بعد ما خلطت المقادير هضيف عليهم خليط الحليب والتمر اللي خلطنا مع بعض وبخلط كل هاد الخليط كله سوا هلأ صار هيك عندي جاهز هون انا ضايفة كوبين حلق كوبين من الطحين طحين الشوفان ممكن تضيفي طحين شوفان كامل لهم عبارة عن كوبين ممكن تضيفي كوب من الطحين الشوفان وكوب من طحين القمح القامل ممكن تضيف تحين قامح قامل مثل حسب الرغبة بهذا كله بيرجع حسب رغبتكم اللي موجود عندكم ضيفون انا ضفت كوب من طحين الامح وكوب من طحين الشفان وضفت عليهم رشة بسيطة من الارفة طبعا التمر زاكي معه الارفة وضفت عليهم نص معلقة صغيرة من الهال الناعم وحضيف عليهم معلقتين من البيكن بودر طبعا ما تتصوروا قديش طلعت طيبة نكهة الهال ونكهة الارفة مع التمر خليط جدا لذيذ وكيكة عن جد من قطيب انواع الكيكات اللي ممكن تدقوها بحياتكم فعلا رح اخلط هاي المقادير كلها مع بعض ورح اضيفها على خليط البيت والتمر اللي عملته بالاول هلا بخلط كل هاد الخليط لحط يصير عندي بهاد القوام هلا انا هون ضفت جوز مخلوط مع الارفة بتقدروا تضيفوا اي نوع مكسرات عندكم كان عندي هاد الخليط انا جاهز ارفة وجوز مع بعض مخلوطين وفيهم شوي من جوز الهند فحبت اضيفهم معهم وطلعوا كتير كتير طيبين هلا بخلط هايك الخليط صار الكيك صار عندي جاهز بحضر صانية الخباز اي قالب انتو بدكم تعملوا فيه وبسكوا بالخليط كامل هلا برشهم بحبات من الشوفان كامل الحبة بدخلهم على الفرن على 350 لرجة لحتى يتستوي الكيكي كاملة طبعا بتقدروا تغزينوها بحبات الشوفان او بالمكسرات اللوز المجروش هاد كله شي بتجعلكم وهلا بتكون جاهزة لا تدخل الفرن مجرد ما استوات بطلعها من الفرن بتركها تبرد شوي وهيك بتكون عندي الكيكة جاهزة ما شاء الله نفخة وهشة من جوه طرية رحتها بتاخد العقل فخلينا نقطعها وتستمتعوا بيقطعوا بكيكة ممكن تعملوها بالبيت وحتى تاكلوها بدون احساس بالزنب لانه كيكة صحية ومفيدة وغنية بالقيمة الغذائية انتظرونوا فيديو جديد ولهون بيكون الفيديو وصفتنا دليوم خلصت يعطيكم الف عافية وانتظروني بفيديو قادم ان شاء الله لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وكمان شير والتاق لصحباتكم يعطيكم الف عافية